كشفت القناة الإسرائيلية الثانية أن وفدا بحرينيا يمثل جمعية هذه البحرين ويضم 24 شخصية وصل أمس إلى إسرائيل في زيارة علنية تستمر أربعة أيام وعرضت القناة صورا لأعضاء الوافد وهم يتجولون في شوارع البلدة القديمة من القدس هذا واستنكر النائب الأول رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر قيم وفد بحريني بزيارة للاحتلال الإسرائيلية بإعازة من ملك البحرين وطلب البرلمان البحريني بمحاسبة الوفد الزائر لكيان الاحتلال والاعتذار للشعب الفلسطيني عما وصفها بالخطيئة وفد بحريني رسمي في إسرائيل القناة الثانية الإسرائيلية كشفت النقاب عما وصفته بالزيارة الرسمية والعلانية للوفد الذي يضم 24 شخصا من جمعية هذه هي البحرين وبحسب تقرير القناة فإن الزيارة التي تستمر أربعة أيام ليست سياسية وإنما تحقيقا لرسالة ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة حول التسامح والتعايش والحوار بين الديانات المختلفة وهذا ما أكده فضل جمري أحد أعضاء الوفد البحريني لكن الزيارة غير السياسية هذه تتضمن بحسب التقرير لقاءات بين الوفد البحريني ومسؤولين في الحكومة الإسرائيلية هذا إضافة إلى ما كشفته القناة عن أن ملك البحرين سيسمح بدخول الإسرائيليين لبلاده من الآن فصاعدا وأيضا إلى التجديد الشامل للكنائس اليهودية في البحرين رد الفعل الأولي على الزيارة جاء على لسان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر الذي طالب في تصريح صحفي البرلمان البحريني بمحاسبة الوفد الزائر لكيان الاحتلال والوقوف على ملابسات الزيارة والاعتذار للشعب الفلسطيني عما وصفها بالخطيئة ودع بحر جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تجريم إقامة أي علاقة مع الاحتلال وزيارته الزيارة جاءت في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات والإدانات حول العالم لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل الزيارة العلانية للوفد البحريني هي الأولى لكن سبقتها زيارات متبادلة كان آخرها لوفود رجال أعمال يهود وحخامات حركة حباد المعروفة بالتطرف والذين حطوا قبل شهور في البحرين ورقصوا رقصتهم الشهيرة مع رجال أعمال بحرينيين في احتفال أقيم بمناسبة عيد الحانوكاه اليهودي في أحد منازل المنامة